أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة الإدارة الإلكترونية نلتقي اليوم مجدداً في محاضرة جديدة وبالتحديد محاضرة رقم 2 في يونت 4 اللي هو كان عنوانه Great Ideas الأفكار العظيمة طبعاً زي ما أنتوا شايفين اليوم في عنا قطعة هيها بيبسيز كوز سويت تيست أوف ساكسس يعني بتكلم عن مضاق الحلو الرائع لشركة بيبسي اللي هي أوف ساكسس ساكسس إش يعني ساكسي ساكسس النجاح طيب المقالة بتقول إنه إذا إحنا بدنا نخطط طبعاً بقلنا إنه إذا أنت بدك تحصل على أفضل مضاق وأحلى مضاق لأحسن عصير يفترض إنه كان ينمو في مدينة بنجاب وهذه مدينة بنجاب موجودة في الهند طيب نكمل فارمرز بقول لي المزارعين في الجزء الشمالي من الهند بقلنا إنه معظم المزارعين في الهند كانوا يزرعوا يا إما قمح يا إما روز أو إبر على أي تحال بعد أربعة عقود بعد يعني مكان الجماعة متميزين في الزراعة يعني صار فيه زي إنه المية اللي في المنطقة الزراعية هادي المستوى أو منسوب الماء قل شوية وخلى الطربة يصير فيها ضعف زي ما بنقول إنه بطل يصير فيها خصوبة الطربة اللي موجودة في هادي المنطقة بنجاب بطلت طربة خصبة لإنه منسوب الماء قل وانخفض إذن إحنا عرفنا إنه في الأصل كان المزارعين منطقة رائعة للزراعة وكان المزارعين يزرعوا فيها اللي هو الويت القمح والرائز الرز because of this بسبب هذا the farmers المزارعين joined with the state government طبعا المزارعين بعد ما صار انخفض منصوب الماء وصارت الأرض بور زي ما بقولوا اتواصلوا مع government اللي هي الحكومة and bipsesco وشركة البيبسي of the US اللي كانت موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية to experiment with planning different varieties of citrus طبعا هم فكروا بعد القصة هادي الشنيعة اللي صارت معاهم إنهم يتواصلوا مع الحكومة على أساس إنهم يزرعوا محاصيل أخرى يعني بطلت الأرض هادي تنفع لزراعة القمح والرز ففكروا إنهم يزرعوا السترس إيش المخصوط بالسترس زي ما انتو شايفين الصورة اللي هي إيه صورة الحمضيات fruit from Florida وطبعا يجيبوا هادي الفواكه من ولاية مشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي إيش ولاية فلوريدا and California وولاية California يعني يفترض إنه ولاية فلوريدا وكاليفونيا مشهورة بزراعة الحمضية whose soil and weather are comparable with those of the binjab طبعا حقوا إنه الآن الطقس والتربة الزراعية الموجودة في فلوريدا الولاية الأمريكية هي وكاليفونيا مناسبة تماما وتشابه اللي هي الطربة والطقس في مدينة بنجاب الهندية بالنسبة لشركة بيبسي and other western food companies والعديد من شركات الأطعمة الغربية يعني إنه صار في منافسة in one of the world's fastest growing consumer market صار في منافسة من أفضل أسواق اللي هي النمو وتقدم the government الحكومة wants diversification الحكومة بدها تنويع إيش يعني diversification تنويع the farmers المزارعين want higher income والمزارعين بدهم مصدر داخل أعلى and the company wants local availability والشركة بدها نوعيات متنوعة من السترس الحمضيات said بيبسيسكو indians executive طبعا فرع شركة بيبسي في الهند director of exports اللي كان مسؤول عن التصدير quarter of binjab ربع اللي هو binjab states agricultural revenues revenues اللي هو الإرادات حوالي ربع الإرادات could come from citrus يعني بقول لك ربع الإرادات في مدينة بنجاب الهندية كانت يعني الخطة إنهم يزرعوا حمضيات في بنجاب الولاية الهندية كانت ناجحة بدليل إنه ربع الإرادات كانت من from citrus by 2015 في عام 2015 كان معظم اللي هو الإرادات تيجي من وين تيجي من اللي هو الحمضيات local official estimate طبعا حكيت لكم أنا كذا مرة إنه كل المقالات هذي اللي إحنا بنقولها اللي بناخدها زي ما انتوا لاحظين لها علاقة بالمال والأعمال والبيزنس ومأخوزها كلها من أشهر الصحف في مجال الاقتصاد والمال والأعمال اللي هي financial times يعني شوفوا كيف إنه الجماعة هذون ما سكتوش صار عندهم إنه الأرض بور في زراعة القمح والرز دوروا على طرق وسائل أخرى إنهم يزرعوا الحمضيات وكانت الصحيح الخطة ناجحة يعني ما شاء الله كتابنا مميز بيجي بالناش غير نماذج للناس الناجحين نيجي هنا برضو ننتقل إلى اللي هو مليون دولار هوم بيج يعني صفحة كانت الإرادات تبعتها مليون دولار يعني زي ما بقوله بضحكة ولعبة وفعلا نجح هذا الشخص نشوف إيش القصة هذي بقولي 21 year old شاب عمره 21 سنة إليكستو هايو إليكستو 21 سنة كان بده بس أي طريقة عشان يجيب فلوس عشان دراسته الجامعية حصل على ما هو سماها حاجة اسمها الفكرة الكاملة وكانت فكرة زي ما بقوله فكرة كاتشي جهنمية وارخيصة راح فتح موقع بس في صفحة واحدة وقسمها إلى مليون بيكسل وقسمها إلى مليون بيكسل كإعلانات باع البيكسلات تبعته باع كل بيكسل واحد بواحد دولار طبعا بقولنا أنه عملية الشراء أقل عملية شراء كانت 100 بيكسل لهو تو هذا الشخص طبعا الأرباح اللي جناها أتطور فيها الموقع مليون دولار هومبيج وسمها صفحة المليون دولار بعد شهرين فقط عمل يعني بقولك دعاية وإعلام باع حوالي 400 ألف وورث أو بيكسلز من البيكسلات هادي بكوز أوف اتس هاي ترافيك يعني الأسعار تبعتها كانت منخفضة والموقع تاعه أصبح موقع رائع بين الشركات التي تحتاج للإعلان مساحة إعلانية في صحيفة اسمها مشهورة هذا كان موقع في فترة من الفترات رائع ومشهور لكن الآن أعتقد أنه مش موجود وفي شهر واحد في 2006 آخر بيكسل باعه وهذا الشخص اللي كان معوش يصرف على دراسه الجامعية أصبح ماله مليونير طبعا هذا تو اسمه كان عارف أنه هذه الفكرة بس حتظبط معه مرة لكن بقول من هذه الفكرة تعلم الكثير عن مجال الأعمال وطبعا هو عماله بيدور على مشاريع وأفقار جديدة من أجل تحصيل المال برضو زي ما حكيت لكم هذه عبارة عن قطع حقيقية مش imagination مأخوذة من صحيفة مشهورة جدا اللي هي financial times منها بنتعلم لمازج ناجحة وبنتعلم كمان اللي هو English language وي acquire language وي improve our language طيب نيجي له هنا نقطة مهمة skill successful meetings المقابلات أي مجال للمال والأعمال لازم يكون فيه ما احنا كنا عارفين المقابلات بقول لي which of the following do you agree with why أي من الأفقار التالية أنت بتتفق معها ولماذا يعني أفضل رقم للمقابلة تكون موجودة مقابلة في الشركة على سبيل المثال 6 أشخاص أو أقل الصحيح أنا بأيد هذا الكلام لأنه إذا كان العدد أكبر من هيك ممكن يصير شروط للأفقار وما نحقق الهدف اللي إحنا عاملين المقابلة عليه never have food or drink during a meeting أوعيك يكون فيه أكل وشرب أثناء المقابلة هذا بعتبره خطأ لأنه بالعكس لازم بعد المقابلة وأثناء هيكون فيه بعض المشروبات مش شرط يكون مأكلات ممكن معجنات كتو أو حصير always start and finish a meeting on time حاول دايما تبدأ وتنهي المقابلة على وقتها وهذا الصحيح إحنا بنحتاجه لأنه أحيانا فيه ناس بتكون مبرمجة حالها على وقت معين فبدناش نهدر الوقت you should sit around a table when you have a meeting المفروض لما يكون فيه مقابلة يكون يعني طاولة دائرية والموظفين أو اللي في الشركة موجودين الصحيح هذا كلام رائع وصحيح a meeting must always have a leader المقابلة لازم يكون إلها قائد صحيح لأنه إحنا إذا تركنا الوضع هيك هتلاقي الكل حيحكي وبالتالي مش هنصل للهدف وحتمتد ممكن 3-4 ساعات the formal meeting في مقابلة رسمية each person كل شخص should speak in turn لازم يتكلم حسب دوره احنا بنقول إنها مقابلة رسمية وبالتالي لازم كل واحد يوخد دوره بأدب ويكون فيه لباقة في الحديث وما يكونش الشغل اللي هو شغل عشوائيات نيجي لنقطة مهمة كتير بتعنينا وكل مرة بأكد عليها في المحاضرات اللي هي اللغة المفيدة بالنسبة لتشير بيرسون اللي هو رئيس الجلسة beginning the meeting بداية اللي هو إيش المقابلة بيبدأ بقول مثلا can we start please ممكن نبدأ right حسنا let's begin هدول الصغطين بيدلوا على اللي هو بداية إيش المقابلة stating the aim تحديد الأهداف the main aim of the meeting is to إن الهدف الرئيسي من المقابلة هو أن the purpose of this meeting is to إن هدف هذه المقابلة هو أن لاحظوا كلام مرتب كلام مظبوط وبكله في الصميم طيب asking for comments السؤال عن التعليقات what do you think ماذا تعتقد how do you feel about this إيش رأيك إيش شعورك تجاه هذا الموضوع طيب clarifying التوضيح إنه في نقطة مش واضحة أنا بسأل بدي توضيح what do you mean by ماذا تعني بي sorry أنا آسف I don't quite understand الصحيح أنا والله ما فهمت عليك ياريت تعيد لي ياريت توضح لي changing the subject تغيير الموضوع let's move on now to الآن دعونا ننتقل إلى كذا إحنا بنحكي بنا نتكلم في ثلاث نقاط الآن تقلصنا النقطة الأولى بنا ننتقل للنقطة الثانية the next item on the agenda is البند التاني في الأجندة اللي إحنا عاملينها هو كذا طيب summarizing ملخص مش معقول أي مقابلة بتصير لازم يكون لها ملخص ok let's summarize حسنا دعونا نلخص write let's recap دعونا نلخص recap أو summarize معناها إيه يلخص هذا طبعا الكلام بتعلق بالتشير بيرسون اللي هو رئيس الجلسة أو قائد الجلسة الآن حنيجي للparticipants participants يعني المشاركين في الجلسة واحد giving opinions بيعطوه وجهات نظرهم واحد حيقول I think أنا أعتقد I am in favor of أنا بأي كذا طيب agreeing بوافق على حاجة بقول I think you are right أعتقد أن لكم محقين I totally agree أنا أتفق معكم طيب interrupting interrupting يقصد فيها المقاطعة يعني مثلا واحد بقول عن إذنك شوي hold on a moment انتظر لحظة أو can I say something ممكن أحكي حاجة طيب making suggestions عمل اقتراحات perhaps we should ربما ينبغي أن we could ينبغي أن disagreeing اللي هي عكس agreeing اللي هي الرفض أنا ما بأتفق معاك في نقطة I don't know about that لا أعلم بخصوص ذلك I don't agree طبعا أنا كمان مرة بعيد وبكرر أن السؤال اللي يزف اللانجوش هيكون دوما على شكل اختيار من متعدد يريد كلنا يا شباب ويا بنات ويا صبايا نشد حيلنا ونجد ونجتهد ونتابع أول بأول وما نخليش حاجة من غير ما نرجع في حاجات احنا بنسيبها شغلات اللي زي هيك هادي بإمكانك وزي ما حكيت لكم إذا أنتم حابين تدفلوب يور انجليش أنت في الوانسي ممكن ترجعوا لأسيديهات موجودة عبر الإنترنت وبهيك احنا بنكون أنهينا يونيت فور المحاضرة الجاية ان شاء الله هنبدأ بيونيت فايف اللي هو عنوانه استرس أتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته